اشتركوا في القناة السادسة في الدوري الممتاز ألف رجال للموسم عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين وهذه هي صالة النادي الأهلي صالة القلعة الحمراء التي تستضيف الألعاب الجماعية والتي يحصل عليها لعيب النادي الأهلي على البطولات وعلى الانتصارات وعلى كل بطولة إن شاء الله هذه أمام حضراتكم على إيدك اليسار فريق النادي الأهلي بزي الأحمر وهذه نادي المأولين العرب على إيدك اليمن بزي الأصفر في الأسود ونشوف هذا اللقاء لقاء أكيد هيجمع بين فريقين فريق النادي الأهلي صاحب عريق وصاحب البطولات والإنجازات الأفريقية والعالمية والمعالية ونادي المأولين الصاعد الأول مرة إلى بطولة الدوري الدرجة الأولى أو الدوري العام لهذا الموسم وكل التحيات لنادي المأولين ورجال نادي المأولين ومع حضراتكم محمد عصران الإرسال من أعلى استقبال نادي المأولين ونادي النادي الأهلي محاولة مرة تانية ونقطة كده من نادي المأولين من المعد لفريق نادي المأولين أقول لحضراتكم على اسم الوقت وهنشوف الأرقام وهنشوف لعبي الفريقين الأهلي تصدر مجموعته الأولى برصيد 15 نقطة فاز في كل مبارياته السابقة الخمس مباريات السابقة هذه الإرسال مع نادي المأولين رقم 13 من نادي المأولين لهو عمر هيثم فاروق واستقبال مرة تانية وأعداد وهدي النادي الأهلي أقول لحضراتكم أدي الليبرو محمد رضا واستقبال مرة تانية هذه 17 من النادي الأهلي بيلعب القرى مرة أخرى هذه رقم 6 من النادي الأهلي واستقبال ومحاولة سعيد ممضوح والنقطة النقطة التانية لنادي المأولين من الكابتن مي محمود حسني بنت كابتن الحكم العلامي محمود حسني بتدير هذا اللقاء ويوعونها خالد خالد نصر حكم تاني الإرسال مع نادي المأولين إرسال من أعلى استقبال مرة تانية ومحاولة كده من عصران ولكن من رقم 8 من النادي الأهلي عبر رحمان حسني تيجي خارج الملعب ونقطة لنادي المأولين تقدم المأولين 3 لسا الأهلي ما سخنش لسا الأهلي ما جس لسا الأهلي ما لعبش وهذه استقبال عصران إعداد وضربة صاحقة من النادي الأهلي من مركز 3 ومحاولة مرة تانية من الليبرو محمد رضا وهذه ضربة صاحقة من محمد عصران وبيجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي بداية ساخنة بداية قوية إن شاء الله وهذه أول نقطة للنادي الأهلي وهو عصران طالع وضارب وراكب الشبكة وفوق حاط الصد ولكن مدير مدير الفني النادي المأولين العرب الكابتل أحمد جودة بيشاور بيقول إن الكورة أود ولكن القرار قرار الحكم الأول الإرسال مع رقم 21 من النادي الأهلي عبد الله أسامة استقبال إعداد وهذه تيجي في الشبكة وهذه النقطة التانية الفريق أو الجهاز الفني من النادي الأهلي بقيادة الأسباني فرناندو دين تير مدير فني ومعه محمد السيد مدرب عام محمد الحسيني مدرب عبداللطيف عثمان مدير فريق أحمد محمد أسامة إداري أسامة أبو زينة محلل تقني شادي فاهيم محلل تقني شريط محمد صلاح مدرب لياقة بدنية شريط هافقر الدين طبيب آسر محمد كمال أخصاء علاج طبيعي أسامة إبراهيم أخصاء تأهيل محمد شهير الدين مدلك ودي النقطة التالتة ونقطة التعادل للناجي الأهلي هنقول لحضراتكم الأهلي بيلعب ببين 21 هقول لهي لعب الإرسال مركز 3 عبدالله أسامة رقم 21 استقبال إعداد ضربة صحيقة وحاق صد ولكن خارج الملعب من عبد حليم عبو ومحمد عصران عبد حليم عبو رقم 3 بيلعب في مركز 3 ودي أهو محمد عصران رقم 9 اللي بيلعب في مركز 4 وإرسال أو حاق صد والإرسال مع نادي المأولين العرب 4 المأولين 3 الأهلي استقبال عصران إعداد خالفي وحاق صد وفي خطأ أعتقد على نادي المأولين خطأ شبكة والإرسال مع النادي الأهلي 4 أربعة رقم 17 من النادي الأهلي حمزة حمد الصافي من فريق 19 سنة حمزة حمد الصافي يلعب الإرسال من أعلى ابن الكابتن حمد الصافي إرسال من أعلى حمزة وبيجي في الشبكة يا حمزة هل إرسال مع نادي المأولين المأولين خمسة الأهلي أربعة إرسال من أعلى ودي النقطة الستة وحاق صد كده خارج الملعب من النادي الأهلي من شارة الأمير عبد الله الفيصل بننقل لكم مباراة الكرة الطايرة اللي لسه جاي أمام شاشات النادي الأهلي ونادي المأولين متقدم ستة أربعة في الشوط الأول من مباراة الكرة الطايرة بين فريقاي النادي الأهلي ونادي المقاولون كرة الطايرة رجال ممتاز ألف ودي النقطة الخمسة للنادي الأهلي أهيه 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 عبد الله عبد حليم عبو أمام حضراتكم مرقم ستة ساعة دي ممضوح ده معد ده المعد اللي بيلعب مكان عبد الله عبد السلام إرسال من محمد ودي إعداد ومحاولة من نادي المأولين وحاق صد من النادي الأهلي وتيجي في لاعب من المأولين وتبقى خارج الملعب ونقطة التعادل للنادي الأهلي ستة الأهلي ستة المقاولون هذه أمام حضراتكم لعبي نادي الأهلي محمد رمضان رقم سبعة اللي هو ريبرو الفريق وطبعا هو أكيد الكابتن فرناندو أو مدير الفني الأسباني مريح اللعيبة الأساسيين وهم لعب اللعيبة الاحتياط عشان طبعا أكيد عارف أن المستوى الفني لنادي المأولين العرب مش قوي أو يعني مش لكن ماش نقطة نقطة في الشرط الأول استقبال من النادي الأهلي وضربة صاحقة من محمد عصران رقم تسعة طالع ضارب رقم تسعة محمد عصران وبتيجي في حائط قصات بتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي ونقطة التعالي سبعة سبعة الأهلي عبد حليم عبو رقم تلاتة على الإرسال إرسال من أعلى مع الوزن عبد الحليم استقبال المأولين وكده محمد عصران بيلعب من مركز ثلاثة كرة كده ولكن بترجع تاني ملعب النادي المأولين بيشد الإرسال وبيلعب ودي محاولة وخطأ على النادي الأهلي ونقطة تمانية تمانية المأولين سبعة النادي الأهلي في خطأ كده على النادي الأهلي لمس الشبكة هوا مطلعين الاثنين السنائي الحاط الصد إرسال المقاولون تمانية المقاولون الأهلي سبعة الشرط الأول من بارات القرى الطائرة وخارج الملعب إرسال ونقطة للنادي الأهلي النقطة التمنى التعادل تمانية الأهلي تمانية المقاولون العرب مباراة القرى الطائرة في الجولة الستة في الدوري الممتاز ألف رجال لقم ستة سعيد ممدوح على الإرسال معد الفريق هو بيلعب إرسال من أعلى استقبال وإعداد وحاول صد زوجي من النادي الأهلي من حمزة الصاف ومن عبدالله أسامة ولكن بتيجي مفيش تخطية على حاط الصد ونقطة للمقاولون المقاولون العرب تسعة الأهلي تمانية وعلى الإرسال رقم عشرين من المقاولون العرب كريم تامر رائف رقم عشرين عفوا استقبال النادي الأهلي ومحاولة حاقة صد وضرب الصحك خارج الملعب ويتقدم النادي الأهلي بنقطة يبقى تسعة ونقطة التعادل تسعة الأهلي تسعة المقاولون العرب وهذه هيك كرة خارج الملعب عمزة الصافي سابها رقم سبعة تاشر من الأهلي عصران على الإرسال رقم تسعة محمد عصران بيلعب في مركز أربعة من النادي الأهلي بيلعب إرسال من أعلى قوي لأ لأ جات في لعب من الأهلي وراحت ملعب المقاولين وتبقى نقطة على النادي الأهلي النقطة العشر إرسال كده مع نادي المقاولون رقم تسعتاشر مصطفى عادل معد الفريق مصطفى عادل جات في الشبكة محدش أحسن من حد ونقطة التعادل للنادي الأهلي الأهلي عشرة المقاولون عشرة خارجه محمد رمضان رقم سبعة لبرو الفريق ويخش مكانه وهو تعليمات عبد الرقم تمانية عبد الرحمن الحسيني تعليمات من الأسباني فرناندو بانتير وهذه محاولة من النادي الأهلي وخاطأ على نادي المقاولين العرب كرة مضبل أو كرة مزدوجة وهذه المدير الفني وهو الأسباني فرناندو مدير الفني للنادي الأهلي بيدي تعليماته لللاعبين والنقطة حداشر الأول تقدم للنادي الأهلي في هذا اللقاء أو في هذا الشوت أهي نقطة أهي طالع حمزة على حمزة حمز الصف اللي هو رقم سبعة عشر وبيجيب نقطة التقدم اللي هي أحد عشر ومحاولة هي للتغطية على حاط الصف مرة تانية عصران بيشوت يا ولد يا ولد يا عصران وبيجيب منها نقطة اتناشر ويتقدم النادي الأهلي اتناشر عشر قلت لحضراتكم في بداية اللقاء أو بداية الشوت ده أن الأهلي مستوى من نواحي الفنية والنواحي البدنية أعتقد أن خبراته وخبراته أعلى من نادي المأولين وهذا يعتبر فقر نادي المأولين أنه بيلعب برضه أمام بطل أفريكي وبطل مصر في الدوري والكاس وطبعا نادي المأولين أول مرة يصعب للدوري الممتاز وأقول لحضراتكم تاريخه عمل إيه وهذه مرة تانية نادي المأولين ومحاولة مرة تانية من النادي الأهلي ولكن حقق صد وكورة خارج الملعب كده خطأ فني من لعب المقاولون ونقطة على نادي المأولين يعني نقطة التلاتاشر للنادي الأهلي الأهلي متقدم تلاتاشر والمقاولون عشرة والإرسال مع واحد وعشرين من النادي الأهلي وعبدالله أسامة معد الفريق بيلعب في مركز ثلاثات وهذه حقق صد ونقطة لنادي المأولين خطأ ونقطة للنادي المأولين حد عشر المأولين تلاتاشر النادي الأهلي الشوطي الأول مباراة الكرة الطائرة اللي لسه جاي قدام شاشة قناة النادي الأهلي مباراة الكرة الطائرة بين فريق طي الأهلي والمقاولون في دور الكرة الطائرة الممتاز ألف رجال الجولة السادة وتقدم النادي الأهلي وتصدره طبعا لمجموعته برسيد خمستاشر نقطة فاز على كل فرق المجموعة هي المجموعات هم أربع مجموعات كل مجموعة ستة فرق وقال لكم زام الدوري بيبقى إزاي حتى نهاية الموس إرسال مع النادي الأهلي حمزة الصافي أربعتاشر الأهلي حد عشر المأولين الصافي على الإرسال إرسال قوي من أعلى استقبال وإيش طبعا من نادي المأولين والنقطة خمستاشر بدأ الأهلي يزداد الفارق لصالحه أربع نقاطه فارق خمستاشر حداشر وطبعا المدير الفني عارف هو والمدرب العام محمد السيد ده كان لعب النادي الأهلي هو هو محمد الحسيني وإذن الوقت المستقطع الأول اللي طلبه الكابتن أحمد جودة المدير الفني لنادي المأولين العرب هو وجهازه الفني وليد عبد الحلميد مدرب الفريق وأمجد العفيفي مدرب مساعد مدرب ورمضان عبد الدايم أخصاء علاج طبيعي وإدارة الفريق حسام أبدين محمد ده ده تشكيل الجهاز الفني لنادي المأولين العرب بنقول لحضراتكم أن دور الممتاز لكرة طائرة رجال موسم 20-23-20-24 مقسم إلى أربع مجموعات المجموعة الثانية الأهلي بطروجيت المأولين الشمس ديل فيترسانا المجموعة الثانية الزمالك الطيران الصيد العبد منهور مصر البطرول الداخرية المجموعة الثالثة طلاعي الجيش الاتحاد السكندري 6 أكتوبر الظهور الإعلاميين إستر كومباني المجموعة الرابعة سموحة سبورتنج هليوليدو هليوبلس اسكندريا البطرول القناع دول أربع مجموعات في كل مجموعة ست فرق هيصعد منها كل مجموعة تلات تلاتة الأوائل تلاتة في تربع مجموعات هيعمله 12 فريق هيعمله دوري من دولين ماشي بعد كده هياخد أحسن أربع فرق من مجموعتين اللي هو ستة وستة ويعمله دوري من دول واحد عشان تحديد المراكز من الأول للرابع من أول للتامن هياخد من أول للتامن بعد كده هياخد الأول للرابع من الخامس للتامن واعمل قرعة واعمل اللي هو البلي اوف اللي هو تلات ماتشاط واشوف الفريق اللي هيفوز ده نظام الدوري الممتاز ألف لكرة طيرة رجال وأدي الإرسال مع نادي المقاولين العرب 12 المقاولين 15 لنادي الأهلي رقم 8 من نادي المقاولون العرب اللاعب علي سيد علي على الإرسال والانتستقبال النادي الأهلي وحاق تصد كده فاشل من اللاعبي المقاولون العرب خارج الملعب والنقطة 16 للأهلي ويتقدم الأهلي 16 نفس التشكيل أو لسه ما غيرش حاجة الأسباني بينتر فرناند بينتر مدير الفني ومعاونه محمد السيد ومحمد الحسيني 16 12 وهذا إرسال قوي من النادي الأهلي استقبال إعداد في خاطئ في الإعداد كرة محمولة هيمشاور عليها الحكم مي محمود حسني أرسال 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 مع محمد عصران عصران على الإرسال رقم 8 عبر حمي الحسيني سوري عبد الرحمن الحسيني رقم 8 إلى الإرسال من أعلى استقبال وابط يجي في الشبكة ونقطة لنادي المقاولين العرب مش عايزين نضيع إرسالات إرسالات دي هنيجي نندم عليها بعد كده مش عايزين نضيع إرسالات والإرسال مع نادي المقاولين في تغيير كان كده نادي المقاولين أهو دخل كابتن اللي هيلعب الإرسال دلوقتي أقول لكم دخل مكان مين رقم 1 أحمد متولي نادي المقاولين العرب هيلعب إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي إعداد دربة صاحقة بيلعبها كده بيزرعوا الأيصر محمد عسران ومحاولة وفي دفاع عن حق الصد مرة تانية عسران طالع يا ولد وبيجي في حق الصد مرة تانية يا عسران يا ولد يا عسران نقطة كده طوية من عسران ويجيب النقطة النقطة رقم 18 من نادي الأهلي أو طالع عنده وسب بسم الله ما شاء الله جنب عالي جدا وبيطلع وبيركب الشبكة وبيطلع أعلى لحق الصد وبيجيب النقطة 18 فارق ست نقاط لصالح النادي الأهلي وقلت لحضراتكم في بداية اللقاء أو في بداية الشود ده إن الأهلي هيفرق إن شاء الله وفارق أدي ست نقاط فارق لصالح النادي الأهلي حاب حليم يعبوا على إرسال رقم 3 منتظر إشارة الحكم وصفرت الحكم مي وإرسال من أعلى إيه محاولة لإحراز نقطة مباشرة مرة تانية رقم 13 من نادي المقاولون العرب ها عمر هايسن فاروق بيجيب نقطة كده من مركز أربعة بيجيب النقطة 14 أو طالع بص عدله الكورة أحمد متولي هناك من مركز واحد لمركز أربعة وجاب منها نقطة محاولة تانية من النادي الأهلي وقاعد صد فاشل من المقاولين ونقطة ها دي احنا شفنا عصران طالع وضارب في حق صد زوجي أهو أمام حضراتكم أهو المعد رقم 6 سعيد ممدوح وطلع ولعبها والحق الصد ترجحها خارج الملعب ونقطة لنادي الأهلي لنقطة 19 سعيد ممدوح على الإرسال من النادي الأهلي استقبال من حول مرة عنياه خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 20 20 الأهلي 14 المقاولون العرب نقطة تانية للنادي الأهلي أمام حضراتكم رقم 21 هيلعب الإرسال عبدالله أسامة في تأخير في إرسال الصورة بس شوية نقطة لنادي المقاولين والنقطة 15 المقاولون 15 الأهلي 20 إرسال من المقاولون على عيدك اليمين نادي المقاولون بزيه الأصفر وجرطه الأسود مباراة الكرة الطائرة بين فريقية النادي الأهلي شفت محمد رضا الكرة أو محمد رمضان وهو بيدافع عن الملعب مرة تانية ومحاولة من النادي الأهلي التقدم وهي نقطة دي النقطة اللي هي كانت متأخرة نقطة 16 نقطة للنادي الأهلي النقطة 21 والأهلي يتقدم وعصران على الإرسال رقم 9 أهي أهي عصران طالع وضارب وعلى الإرسال محمد عصران إرسال من أعلى استقبال من النادي المقاولين ومرة يحمد متولي وحاعد صد من النادي الأهلي ولكن خارج الملعب والنقطة 22 للنادي الأهلي الأهلي يتقدم وفارق 6 نقاط وقت مستقطع أعتقد طلبه المدير الفني لنادي المقاولين العرب الكابتن أحمد جودة والمقاولين المستقطع الثاني ليه وهنشوف في الحضراتكم هادي النادي الأهلي الأسباني فرناندو بنتر مدير فني النادي الأهلي ومعاونه طبعا محمد السيد ومحمد حسين هم دول كانوا لعبين في النادي الأهلي سابقا طبعا وبيحاولوا يشوفوا الأخطاء اللي وقع فيها اللعيبة في هذا الشوت هذا النتيجة أمام حضراتكم 22 16 زي ما أنا قلت لحضراتكم كان بس فيه في النقطة اللي هي اللي فاتت خطأ فني بس عفوا الارسال مع عسران رقم تسعة كلا كده تاني مرة يا عسران يلعب ارسال من أعلى عسران بلعب ارسال من أعلى مع الوزن ارسال قوي استقبال اعداد كده طبعا كرة راحة هناك كده ونقطة للنادي الأهلي النقطة 23 الأهلي 23 23 16 وعسران على الارسال دايما الأهلي مفرح جماهيره في كل الألعاب وكل البطولات وبييجي في الشبكة بتيجي في الشبكة معلش حسد نكة عسران ولكن نخلي بنا من الارسالات في تغيير كده رقم تمانية ورقم تسعتاشر خارجين داخلين تمانية وتسعتاشر داخلين مكان واحد وهقول الله حضراتكم هو خرج تمانية وتسعتاشر تمانية اللي هو علي سيد وتسعتاشر اللي هو مصطفى عادل مكان أحمد متولي وهيلعب الارسال ارسال من أعلى المقاولين ودي ضربة صاحقة من النادي الأهلي لاعب النادي الأهلي رقم واحد وعشرين عبدالله أسامة هو طالع تريع في مركز ثلاثة وثلاثات باللعب ثلاثات وجاب نقطة أربعة وعشرين نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي وفارق سبع سبع نقاط أربعة وعشرين سبعتاشر ويمكن تكون دي آخر نقطة ودي رقم اتنين وعشرين أحمد عزب أحمد عزب لاعب النادي الأهلي ناجر هيلعب الارسال أحمد عزب من أعلى مع الوزب ولكن خارج الملعب خارج الملعب والنقطة 18 لنادي المأولين العرب ارسال مع النادي المأولين العرب هو خارج هو بيتكلم مع الحسيني مع محمد السيد تقول لهم معلش بقى أنا غلط وبيضحك معاه ارسال مع النادي المأولين العرب ارسال من أعلى استقبال عداد وضربة صحيحة من عب حليم عبو نقطة لنادي نقطة وفيها تاتش يعني محاول تحريبا فيها تاتش عب حليم بقول لهم فيها تاتش هي خارج الملعب ولكن هي ورى الملعب مي محمود حسني شورد عليها ونقطة 19 من نادي المأولين العرب وعلى ارسال رقم 10 من المأولين العرب عمر صابر الجزار هيلعب ارسال من أعلى استقبال من النادي الأهلي خارج الملعب وينتعي الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-19 ونهاية الشوط الأول مباراة الكرة الطايرة بين فريقية النادي الأهلي والمأولين في الجولة الستة في دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف رجال مع راحة بين الشوطين الأول والتاني وفاصل ونعود لحضراتكم مع حضراتكم من قناة النادي الأهلي لنقل مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي على ايدك اليمين بزيه الأحمر وشرطه الأسود وعلى ايدك اليسار نادي المأولين العرب بفلن الصفرة مع الشرط الأسود في مباراة الكرة الطايرة في الجولة الستة من دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف رجال من صالة الأميرة عبدالله الفيصل نتابع الشوط الثاني والمهم لنادي الأهلي في مباراة الكرة الطايرة وأمام حضراتكم إرسال من نادي المأولين العرب استقبال وانتهى الشوط الأول 25-19 بصالح النادي الأهلي ودي أول نقطة للنادي الأهلي من عبدالله أسامة وبيجيب النقطة الأولى عكس الشوط الفات الشوط الأول كان فيه تقدم للمأولين العرب كان لسه الأهلوية مسكنوش هذه جاب نقطة سعيد ممدوح ورايح على الإرسال هيلعب سعيده سعيد من اللعبين الناشئين وهو اللعبين اللي هم كويسين اللي ضموهم الأسباني بنتر فرناندو بنتر ودي محاولها مرة تانية هذه إرسال ماجح ونقطة من النادي الأهلي النقطة الثانية الأهلي اتنين المقولون اللاشئ الشوط الثاني مباراة القرى الطائرة بين فريقين الأهلي والمقولون بصالح الأمير عبدالله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة في الجولة السادسة لدور القرى الطائرة المنتاز رجال في موسم 20-20-20-24 محاولة مرة تانية من لعيب النادي الأهلي أهو للسيطرة على الشوط الثاني ومن محاولة الحصول على النقطة الثالثة وفعلا جابوا النقطة الثالثة من حقص صد كده خارج الملعب من لعيب المقولون يبقى ثلاثة المنقوة الأهلي لاشيء المقولون الشوط الثاني مباراة القرى الطائرة والأهلي متقدم ثلاثة لاشيء المقولون العرب الإرسال مع النادي الأهلي والإرسال جاب نقطة ربعة أو محاولة كده الإرسال خطأ جت كرة ونقطة لنادي المقاولين واحد المقاولين ثلاثة الأهلي على الإرسال من نادي المقاولين رقم عشرة عمر صابر على الإرسال الأهلي طبعا متصدر مجموعة برسيد 15 نقطة بعد فوزه في الدور الأول على جميع الفرق المجموعة وإحنا قلنا فرق المجموعة كلها وعرفنا اللي هو المقاولين والشمس والترسانة وديلفي وبوترجين بيقام في نفس التوقيت النهاردة حوالي 12 مباراة كل مجموعة ثلاث مباريات في المجموعة الأولى الداخلية مع مصر البترول الماتش الثاني الصيد مع الطيران الماتش الثالث مؤجل لوضع منهور والزمالك إلى 21 12 20 23 واضي محاولة من نادي الأهلي وكرة خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة الخمسة المجموعة الثانية الأهلي المقاولين الشمس الترسانة ديلفي بترجيت المجموعة الثالثة إستر كمباني وستة أكتوبر الإعلاميين مع الزهور الانتحاد السكنداري مع طلايع الجيش المجموعة الرابعة في اعتراض كده من نادي المقاولين على الكرة اللي فاتت بإنه هي داخل الملعب هاليوبلس والقناة المجموعة الرابعة اسكندرية البترول بسبورتينج هليليدو بسموحة صالت أستاذ القاهرة وإذا آخر ماتش في المجموعة الرابعة إرسال من النادي الأهلي خارج الملعب قوي جدا قوي جدا من لعب النادي الأهلي حمزة حمزي الصافي رقم 17 هو بيلعب إرسال قوي هو بيلعب تحت 16 سنة ومصعدين ويلعب مع الفريق الأول كرة تانية مرة تانية محاولة من النادي الأهلي وهذه كده كرة فوق حاط الصد ونقطة للنادي الأهلي النقطة الستة ستة الأهلي اتنين المقاولون عصران رايع على الإرسال طربة صاحقة من عب حليم عب رقم 3 بيتيجي في 3 أربع لعبين وبتبقى خطأ على نادي المقاولين العرب ارسال من أعلى قوي استقبال أحمد محاولة من عصران بيجيبي الكرة نقطة على طول كده مباشرة ويجيب منها النقطة السبعة سبعة الأهلي اتنين المقاولون العرب طالع وليقى بالكرة كده كرة جياله وطلع هو وشافها وجاب منها النقطة السبعة ارسال للنادي الأهلي استقبقى ويجي في الشبكة من لاعب النادي الأهلي رقم 8 عبر رحمان الحسيني أخه محمد الحسيني مدرب الفريق في عائلة الحسيني اتناولنا الأهلي في عائلات الكرة الطيرة كتير جدا وهنقول على سبيل الحصر من ضمن العائلات عائلة الحسيني خطأ فني من السورة وقفة وهذا الإرسال مع حمد الصافي حمزة حمد الصافي رقم 17 والنتيجة 7 الأهلي 3 المقاولين العرب 8 الأهلي 3 المقاولين العرب نحاول مرة تانية نضرب صاحقة وتيجي داخل الملعب حائد صد ونقطة من نادي الأهلي النقطة التاسعة تاسعة النادي الأهلي 3 المقاولين العرب وازداد الفريق إلى 6 نقاط قلنا الحضرات نادي المقاولين العرب حصل على المركز الأول في طولة الدوري ممتاز به موسم اللي فات 20 22 23 وصعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز ألف 9 الأهلي 3 المقاولين العرب وقت مستقطع نادي المقاولين العرب طبعا أكيد طلبوا كابتن أحمد جودة وهذه أمام حضراتكم الأسباني فرناندو المدير الفاني للنادي الأهلي معه محمد السيد محمد الحسيني أوزي الأخضر أولموني والإرسال مع عبد الحليم عبو عبد الحليم هل عبو يرسال من أعلى من اللعيبة الكبار اللي في النادي الأهلي أهو وحقت صد ولكن القرى من ما لازم يبقى فيه تنين طلعين واحد يحاول يحافظ على التغطير ونقطة رايحة نقطة أربعة للمقاولين المقاولين أربعة لأهلي تسعة والإرسال مع المقاولون استقبال النادي الأهلي يا سلام تيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي المباراة يعني مش عايزين نقول مستوى الفني يعني متوسط إرسال من النادي الأهلي ها هو بينعب الإرسال ومحاول لها كده عصران إعداد ودرب صاحقة من عصران خارج الملعب ونقطة للمقاولين العرب النقطة الخمسة تغيير للمقاولين العرب هو رقم أربعة تشر نازل حتى الرقم مش باين رقم تلاتة تلاتة خارج اللي هو شادي طارق يوسف أمين وخارج رقم تلاتة شادي طارق محاولة من النادي المقاولين للعرب لتدارك الأخطاء ولكن النقطة الحضار للنادي الأهلي أهي أمام عدراتكم وريع عصران على الإرسال أهو طارع أهو سعيد سعيد بيعد سعيد ممدوح رقم ستة المهيد والنقطة حضاشر عصران على الإرسال الإرسال رقم تسعة عصران حضاشر الأهلي خمسة المقاولون استقبال إعداد أحمد متولي معيد الفريق وضرب صاحقة ومحاولة ونقطة للنادي الأهلي النقطة تناشر رقم سبعة هو محمد جمال معيد الفريق ومحاولة مرة تانية من لعيب النادي الأهلي التقدم وفارق سبعة نقاط خطأ فني معلش يا جماعة نقطة المقاولون وعلى الإرسال رقم خمسة من المقاولين بتيجي في الشبكة والإرسال والإرسال مع النادي الأهلي عصران رقم تسعة والنتيجة تلات تاشر الأهلي خمسة المقاولون خارج الملعب يا عصران خارج الملعب يا عصران يبقى ستة المقاولون المقاولون العرب تلات تاشر النادي الأهلي سبعة الإرسال محمد جمال استقبال النادي الأهلي إعداد سعيد وضربة صاحقة من حمزة الصافي وبيجيب نقطة رقم 14 14 الأهلي ستة المقاولين العرب طالع وضارب من مركز 2 وراكب الشبكة وضرب الكرة في منطقة فضية وبيجيب النقطة 14 21 على الإرسال عبدالله أوسامة هيلعب إرسال من أعلى استقبال إعداد مرة تانية حاقة صد ونقطة للنادي الأهلي النقطة 15 للنادي الأهلي مباراة سهلة عشان كده نقول أن المستوى بتاعها مستوى متوسط لأن النادي المقاولين العرب خبراته لسه مفدهاش من الدور الممتاز مرة تانية ومحاولة ضربة ولكن الحاقة صد وخارج الملعب ونقطة للنادي المقاولين العرب الارسال مع المقاولين العرب وبتلعب خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 16 16 الأهلي سبعة المقاولين ورايح على الارسال حمزة الصافي هيلعب الارسال حمزة رقم 17 ارسال من أعلى مستقبال مستقبال ومحاولة لتعديد الكرة إلى ملعب الأهلي ومرة تانية الأهلي بيهجم وبإضرب من مركز ثلاثة خلفي محمد عصران وبيجيب النقطة رقم 17 17 الأهلي سبعة المقاولون العرب في مباراة الكرة الطائرة بين فريقاي الأهلي والمقاولين في صالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة وفي كرة الطائرة للدور الممتاز رجال في مباراة مقامة أو في الدور الثاني في الجولة الستة في الدور الكرة الطائرة 17 الأهلي سبعة المقاولين على الإرسال رقم سبعة محمد جمال وقت المستقطع ليه ودي لسه الوقت المستقطع خلصان اللي كان طالبه الكابتن أحمد جودة ودي الإرسال مع حمزة الصافي حمزة حمزة الصافي ابن المدير الفني السابق لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي للسعيدات وهو طبعا مشرف على قطاع المشيئين حاليا وهو ده وده إرسال ومحاولة من نادي المقاولين وحايد خارج الملعب ونقطة لنادي الأهلي النقطة 18 عبد حليم عبو بلعبها كده ويجيب منها النقطة 18 رحيين عليها رقم 11 اللي هو اللي برو بتاع نادي المقاولين العرب إبراهيم حمادة ورقم 14 يوسف أيمن ولكن خارج الملعب محاولة مرة تانية من لعب المقاولين ولكن في العادة النقطة التمنى للمقاولين العرب تمانية 18 الأهلي الإرسال مع النادي الأهلي 19 الأهلي تمانية المقاولين فارق سكور عالي جدا 11 نقطة والحسيني على الإرسال عبر رحمان الحسيني رقم 8 هيلعب إرسال من أعلى ضربة صحيحة ولكن بتيجي في الشبكة وتبقى نقطة لنادي المقاولين النقطة التسعة وتغيير تغييرين للمقاولين وقال وقال على الإرسال من نادي المقاولين عمر هاني معد الفريق كان في النادي الأهلي أصلا المسلم اللي فات ضربة صاحقة كده من عسران من مركز أرباح وبيجيب النقطة 20 النقطة 20 للنادي الأهلي عشرين الأهلي تسعة المقاولين العرب أو طالع وضارب عب حليم عب على الإرسال رقم تلاتة بيلعب إرسال من أعلى استقبال وهذه ضربة صحيحة وفيه تغطية على حاط الصد من نفس اللاعب القائم بحاط الصد مرة تانية المقاولين بيحاول عاوز يقالل الفارق يبقى 11 نقطة وهذه النقطة 12 الفارق 21 19 21 19 21 19 21 21 29 وهو طالع وضارب من مركز اتنين حمزة حمد الصاف عبد الحليم يعبه على الإرسال يلعب إرسال من أعلى عبه استقبال المقاولين إعداد خلفي ومحاولة الدفاع من الملعب من حمزة الصافي وبيضرب لعب المقاولين العرب خارج الملعب والنقطة 22 للأهل 22 لصالح الأهل 9 المقاولين العرب عفل خارج الملعب خارج ملعب بكيلو يعني المقاولين عفل 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 يلعب 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 من أعلى استقبال عداد وهذه محاولة مرة تانية وهذه عصران بيلعب لكن خارج الملعب خارج الملعب خارج الملعب يا عصران زاوية الضرب جد بعيدة شوية والنتيجة المقاولين العرب عشرة 22 الأهل فارق 12 نقطة لصالح النادي الأهل ودي إعداد ودي عصران تاني يا ولد يا ولد حلوة يا عصران حلوة يا عصران جات في حاقة الصد وخرجت بر الملعب ونقطة للنادي الأهل بص حضراتكم إعداد من مركز اتنين لمركز اربعة عصران طالع وضارب قوية بحاقة الصد وبتبقى نقطة للنادي الأهل النقطة 23 ستة على الإرسال سعيد سعيد ممدوح معد النادي الأهلي سعيد بالراحة بالراحة شوية 11 المقاولين 23 الأهلي رسال كده ونقطة 24 لصالح النادي الأهلي 24 الأهلي 11 المقاولين العرب الشوط الثاني وعصران رايح على الإرسال نقطة وينتهي هذا الشوط صالح النادي الأهلي الشوط الأولاني 25-19 قاعد 21 دقيقة الشوط الثاني حوالي 22 دقيقة برضو أو 21 دقيقة أداد وضربة صاحقة من حمزة الصافي يا ولد يا ولد يا صافي النقطة 25 وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي 25-11 بفارق سكور 14 نقطة وينتهي هذا الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي والنتيجة يتقدم الأهلي بشوطين مقابل لشيء المقاولين العرب مباراة الكرة الطائرة الدوري الممتاز لكرة الطائرة ممتاز ألف في صالح الأمير عبدالله الفيصل وفاصل ونعود لحضراتكم بالشوط الثالث من قناة النادي الأهلي لنقل مباراة الكرة الطائرة بين فارقية الأهلي والمقاولين العرب في الدوري الممتاز ألف رجال من صالح الأمير عبدالله الفيصل بفرع الأهلي بالجزيرة نحييكم متابع الشوط الثالث مباراة الكرة الطائرة وشوط الأولين خلص 25 أقول لحضراتكم 19 شوط الثاني 25-11 والتقدم للنادي الأهلي لو أنت قاعد أو لسه جاي أمام شاشة قناة النادي الأهلي على عيدك اليمين فريق المقاولين العرب بزيء الأصفر في الأسفل والأهلي بزيء الأحمر مع الشرط الأسفل تشكيل النادي الأهلي هيبقى أمام حضراتكم عبدالله عبدالله حليم عبو رقم 3 محمد عسران رقم 9 عبدالرحمن الحسيني رقم 8 آآ سعيد ممضوح مؤد الفريق رقم 6 وعشرين عبدالرحمن خالد ريبرو الفريق خرق دخل ومنخرج عبدالله عبو ومعاهم آآ حمزة حمدي الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي اللي ولدين في الفريق حمزة حمدي الصافي ويوسف حمدي الصافي اللي اتنين بلعبوا في فريق الدرجة الأولى دول هو واحد منهم حمزة ده مساعد من موليد 19 سنة أما يوسف بيلعب في الفرقة عادي من الفرقة الكبيرة رقم 1 محمد عصران رقم 9 على الإرسال عصران إرسال من أعلى استقبال خارج الملعب يا عصران أول إرسال كده يا عصران شوط الثالث قبارات الكرة الطايرة الشوطين الأولاني والتاني لصالح نادي الأهلي نتمنى الشوط الثالث أن يكون لصالح نادي الأهلي بإذن الله رقم 18 على الإرسال من نادي المأولين العرب عمر هاني كان بيلعب في نادي الأهلي المسلم اللي فات وبيلعب مرة تانية ودي هو عمر إعداد خلفي هو مهيد وجدت في إيد مهيد القريق سعيد ممدوح متبقى خارج الملعب نقطة للنادي المأولين والتقدم لنادي المأولين اتنين لاشئ والإرسال مع عمر هاني مرة تانية إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي ومحاولة كده ودي نقطة للنادي الأهلي النقطة الأولى من الحسيني عبد الرحمن الحسيني عبد الرحمن الحسيني رقم 8 بيجيب النقطة الأولى هو طالع طالع وضارب كده وجد فحقت الصد ونزلت ملعب قبل ما توصل للرعب رقم 10 عمر صابر من فريق المأولين العرب واحد الأهلي اتنين المأولين العرب ورقم 5 على الإرسال دفع به كابتن فرناندو من النادي الأهلي محمد عثمان بيلعب في مركز 3 محمد عثمان هيلعب محمد عثمان الإرسال من أعلى والنتيجة اتنين الأهلي اتنين المأولين استقبال إعداد ضربة صحيحة وتخطية كده ومحاولة من محمد عثمان ولكن اللاعب القائمين بيحاط الصد مفروض كان يلعب الكرة زي ما بيشاور لهم عب حليم عبه كان مفروض يلعبه الكرة كده عب حليم عبه ما يلحقهاش وعدت منه نقطة لنادي المأولين العرب ودي محاولة تانية من عب حليم عبه اللي بيجيب نقطة التعادل تلاتة الأهلي تلاتة المأولين والإرسال مع النادي الأهلي أهو أهي طالع عب حليمه سريع من مركز 3 بيضرب وبيجيب النقطة يعني في نص الملعب واضحة خالص حمزة حمد الصافي رقم 17 وبيلعب في مركز 4 والمواليد 2000 المواليد بيلعب تحت فريق 17 سنة ودي محاولة مرة تانية ودي نقطة لنادي المأولين العرب نقطة أربعة 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 المأولين تلاتة الأهلي ومحاولة مرة تانية من النادي الأهلي والإرسال مع المأولين للعرب إرسال من أعلى مع الوزن خارج الملعب ونقطة التعادل أربعة أربعة إرسال من عصران والحسيني الحسيني عبد الرحمن الحسيني استقبال قوي إعداد ومحاولة خارج الملعب يا راجل ببعيد خالص نقطة للنادي الأهلي النقطة الخمسة خمسة تقدم الأهلي خمسة أربعة المأولين نقطة من أقوله حضراتكم المجموعة بيتصدرها النادي الأهلي برفيص خمس صدر نقطة ودي عبد حليم عيبه بيلعب كرة قوية كده وبيجيب نقطة كده من مركز ثلاثة نقطة الثدة الأهلي يتصدر مجموعته مجموعة رقم 2 وياليه بترجيت مركز الثاني ب11 نقطة والأهلي كان ب15 نقطة النهاردة الأهلي لو فاز يبقى 18 نقطة من فاء الفوز في 6 نقاط المجموعة الثالثة بتصدرها نادي الاتحاد السكندري برسيد 14 نقطة وياليه نادي طلايع الجيش برسيد 13 نقطة المجموعة الرابعة بتصدرها سبورتينج 15 نقطة وياليه هاليوبلس 9 نقاط سموح 11 نقطة بقى 11 نقطة يبقى سموحة الثاني وهي هاليوبلس الثالث وقناة الرابع 7 نقاط بسكندريا البترول 3 نقاط والمركز 5 والأخير هاليليدو بدون نقاط والنقطة السبعة للنادي الأهلي في مباراة الكرة الطائرة اللي أمام حضراتكم والنقطة الخامسة لنادي المقاولين العرب خمسة المقاولين سبعة الأهلي وإرسال من أعلى ويجي في الشبكة كده في إرسالات ضايع كتير من هذه المقاولين في الشبكة والنقطة التامنة للأهلي والزمالك بيتصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة وياليه الداخلية في المركز الثاني 9 نقاط الطيران سبع نقاط التالت مصر البترول الرابع ست نقاط ده منهور الخامس خمس نقاط الصيد الأخي والسادس ثلاث نقاط استقبال من أهلي عسران إعداد من سعيد وضربة سعيكة من عسران يا ولد يا عسران ويجيب النقطة التسعة للأهلي تسعة لأهلي خمسة المقاولين العرب أهو عسران طالع وضارب ياخد خطوات ارتقاء والقاذ ويضرب الكورة من أعلى حتة عنده مسافة وزب عالية بسم الله برسال من عب حليم عب إعداد ضربة سعيكة ومحاولة من النادي الأهلي دفاع عن الملعب عسران عب حليم بيعاد ويعديها صافي مرة تانية بيلعبها كده رقم 8 من نادي المقاولين العرب رقم 8 علي سيد وبيضرب الكورة في دفاع عن نادي الأهلي وبيجيب النقطة السعة ويتقلص الفارق إلى 3 نقاط تحاول عليها حمز الصافي ولكن ما الحقهاش 14 على الإرسال من نادي المقاولين العرب يوسف أيمن كان في اتحاد الشرطة المسلم اللي فات إرسال من أعلى استقبال الأهلي إعداد منبوح ولعبها كده رقم 5 من نادي الأهلي محمد عثمان ومحاولة وخاطئ على نادي المقاولين العرب والنقطة العشرة عشرة الأهلي ستة المقاولين العرب إحنا قلنا الترتيب وشطحنا الدورة يبقى إزاي وقلنا مشروط النهاردة إيه والمجموعات كلها إرسال من أعلى من المقاولين العرب في استقبال دياد وضربة صاحقة من ناعب رقم 5 من النادي الأهلي محمد عثمان بيجيب النقطة أعتقد أن المدير الفني فرناندو بنتر بنتير تقريبا يعني مأجل أو تشكيل التشكيل الأساسي لفريق نادي الأهلي اللي هم الأساسيين عبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح وعبدالرحمان السعودي وكل وحسام يوسف وكل لعبة النادي الأهلي عشان ماتش بكرة الودي مع فريق تونسي ومحاولة مرة تانية من النادي الأهلي عصران على الإرسال واثناشر النادي الأهلي سبع المقاونين العرب استقبال من أعلى عداد مرة تانية ومحاولة و اهو ضربة صحيحة وبتيجي في حقاة الصد وخارج الملعب من عصران من رقم 8 الحسيني عبدالرحمان الحسيني اهو طالع اهو اهو وبتيجي في حقاة الصد مفيش تغطية على حقاة الصد وتبقى خارج الملعب والنقطة 13 عصران على الإرسال رقم 9 13 الأهلي المقاونين 7 فارق سكور 6 نقاط استقبال من يا إيس إيس نقطة نقطة مباشرة كده نجيب منها نقطة مباشرة لصالح النادي الأهلي وطبعا المدير الفني العزباني مش قلقان خالص وشايف ان مستوى المقاونين علم المستوى الأهلي وقرب يفوز بالشوت الثالث والمباراة فهو مش قلقان ويعني وقف يعني يعني متزل محاولها مرة تانية من نادي المقاونين العرب ودي النادي الأهلي ضربة صحيقة من حمزة 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 يا ولد رقم 17 وبيجيب النقطة أو النقطة 16 النقطة 15 الأهلي 15 المقاونين 7 عصران على الإرسال خارج الملعب يا عصران خارج الملعب يا عصران برضو الإرسال اللي فات كان خارج الملعب والنقطة 8 للنادي المقاونين العرب 8 المقاونين 15 الأهلي عبد الله عبد السلام وقف خارج الملعب هو وزميله فتا الأصمر للنادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي ومعد الفريق الأول هو النقطة 16 للنادي الأهلي 16 الأهلي 8 المقاونين محمد عثمان هو راجع بالكرة وهلعب إرسال رقم 5 استيباع من المقاونين وأعداد وحقق صد من الأهلي بيرجع الكرة لملعب المقاونين مرة تانية وحاولها مرة تانية بيحاول يلحق كرة ولحقوقها بالفعل لعب المقاونين ومرة تانية بيلعب حمزة حمد الصافي بيلعب كرة كده سهلة فوق حقق الصد بليسنج كده وبيجيب بينها النقطة 17 سبعتاشر الأهلي تمانية المقاونين العرب ودي إرسال من نادي الأهلي استقبال مرة تانية إعداد ومحاولة كده من نادي الأهلي وضربة صحيقة من حمزة حمزة حمد الصافي وبيجيب النقطة رقم 18 طمانتاشر الأهلي تمانية المقاونين العرب وفارق عشر نقاط سكور بصالح النادي الأهلي والشوت الثالث مباراة الكرة الطيرة بين فريقية النادي الأهلي ونادي المقاونين في المجموعة الرابعة ومصطفى محمد عثمان بيضيع الكرة وبيضيع الإرسال معلش بيكلم فرناندو بيكلم بيقوله بالراحة مهم أن نحن نعد الإرسال بسلام ويعدي الملعب المنافس الإرسال مع المقاونين العرب وتسعة المقاونين تمانتاشر الأهلي بيعدي الليبرو رقم عشرين عبر رحمن خالد محاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب كويس جدا من رسلان محمد عصران وبيعدي كورة الملعب المقاونين مرة تانية وحقق الصد من النادي الأهلي وبيبقى خارج الملعب والنقطة عشرة للمقاونين وهو طالع عب حليم عبو ومحمد عصران وكورة خارج الملعب إرسال مع نادي المقاونين رقم حداشر إبراهيم حمادع يلعب الإرسال من أعلى وبتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي النقطة تسعة عشر تسعة عشر الأهلي عشرة المقاونين والإرسال مع حمزة حمد الصوفي يلعب إرسال من أعلى إرسال من أعلى ها هو استقبال عداد ودي ضربة صحيحة خارج الملعب وتيجي تكشو بلوك في حق صد الأهلي وتبقى نقطة لصالح المقاونين العرب النقطة أحداشر حداشر المقاونين تسعة عشر الأهلي مبارات الكرة الطايرة مقامة بين فريقين نادي الأهلي والمقاونين في المجموعة الرابعة الدوري الممتاز ألف رجال في المرسم عشرين تلاتة عشرين 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 ودي نقطة للنادي الأهلي والنقطة عشرين ومتقدم الأهلي شوطين خمسة وعشرين تسعة عشر خمسة وعشرين حداشر والشوط التالت عشرين حداشر بقي خمس نقاط وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي إرسال قوي كده خارج الملعب يا راجل خارج الملعب من من عبر رحمان الحسيني رقم تمانية ترسال المؤولين استقبال الاهلي اعداد ممدوح سعيد ممدوح وضربة صاحقة سريعة من عب حليم عب وبيجيب النقطة واحد وعشرين واحد وعشرين الاهلي التقدم اتناشر لفريق المؤولين العرب والارسال مع النادي الاهلي على الارسال لاعب النادي الاهلي رقم اتنين وعشرين احمد عزب اللي نزل دلوقتي مكان الليبرو هيلعب ارسال خارج الملعب يا احمد برضو لعب ارسال الشوط اللي فات كان خارج الملعب برضو خلي بقنا يا اولاد من الارسالات اهم حاجة من الرسال او الفايدة من الرسال لحصوله على نقطة وتصعيب تصعيب هجوم على المنافس يعني انا بصعب هجوم المنافس وبقى هجيب نقطة مباشرة ارسال استقبال النادي الاهلي اعداد سعيد ضربة صاحقة من عسران محاولة مرة تانية من المقاولين وما فيش تغطية ايه على حق الصد من اضربش الشبكة سعيد كده عشان برضو الحكم من يحسبش علينا خطأ او يدينا كارت بص ضرب الشبكة وهو طالع تعبير عن ان هو مقدرش يصدوا الكرة اربعة عشر المقاولين واحد وعشرين الاهلي مرة تانية ومحاولة من محمد عسران ملعب بكده الكرة فوق حقوة الصد ملعبها بشياكة زي ما بيقولوا وبتجيب النقطة اتنين وعشرين اتنين وعشرين الاهلي 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 هي عم مباراوة دية مع النجم الساحلي التونسي بكرة ودية الساعة 12 الصبح قناة الاهلي اتزعها ان شاء الله في الساعة واحدة وهتزعها قناة الاهلي بإذن الله نقول لي جماعيرنا ومشاهدنا ان الاهلي دايما وياكم في كل مباراة طايرة سلة يد كل الالعاب متابعين لفرق النادي الاهلي وكل لعيبة النادي الاهلي في كل الالعاب النقطة 23 الاهلي 15 المقاولين والارسال مع النادي الاهلي محمد عسران رايع علي ابسال رقم تسعة من اللعاب المميزين في النادي الاهلي محمد عسران وبيلعب في مركز اربعات وبدأ بداية قوية ان شاء الله ربنا يوفقه دايما هو وبقيد زملائه ارسال قوي من النادي الاهلي استقبال حول من رقم عشرة من المقاولين بيجيب نقطة كده نقطة 16 المقاولين الاهلي للفارق لحد الوقت 16 المقاولين 23 الاهلي من الارسال مع النادي المقاولين الشرط التالت للنادي الاهلي لو حد جاي امام شاشات قناة النادي الاهلي قاعد النادي الاهلي وضربة صحيقة مرة تانية ومحاولة حقق صد بدأ النادي المقاولين بياخد الخبرات وياخد القوات كده وياخد الخبرات وفعلا خاد النقطة 17 النادي المقاولين طالع عسران هو ضارب ولكن خارج الملعب النقطة 17 ومحاولة مرة تانية ونقطة من حمزة صافي 17 بيجيب النقطة 24 ونقطة وينتعي هذا الشرط وهذا اللقاء لصالح النادي الاهلي 24 الاهلي 17 في تغيير كده اهو طا تغيير اقول له حضراتكم من اللي طلع ومن اللي نزل دلوقتي من النادي الاهلي اعتقد عبر رحمان الحسيني على ارسال محمد عثمان محمد عثمان هي عبر السال من اعلى استقبال النادي الاهلي اعداد ومحاولة خارج الملعب والنقطة 25 وينتهي هذا الشرط 25 17 للنادي الاهلي ويفوز النادي الاهلي على المؤولين العرب في الكرة الطائرة الدوري ممتاز الف رجال ثلاثة اشواط مقابل لشيء الشرط الاول 25 19 الشرط التاني 25 11 الشرط التالت 25 17 والى اللقاء كان محدثكم دكتور مروان صالح نلتقي في لقاءات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته